السلام و السلام عليكم و السلام عليكم و سيام و مباركة سوف نحبكم في قناتي كوزين كهنا الجرجرة اليوم لديكم وصفة رائعة عن البسبوسة اكيد كلكم تحبوها بسبوسة بسميت بدون اضافة الفارينا سوف نحضرها بالسمسم او الجلجلان او الجلجلان او القرنسسام اكيد يحبوه ايه ما يحبوش يمكن يعوضوه بالكوكاو ومحمص المرحي ولكن حتى بالجلال ما تحسوش كامل بوجود تعوب بما أنه مفيد للصحة خاصة للعيضة ننصحكم دخله في الوصفات في المخبوزات أو في الحلوية إذن هذا الوصفة أكيد راح تحبوها وتعتمدوها بإذن الله كما اعتمدوا الوصفة اللي سبق أن حضرتها لكم وصفة البسبوسة بالفانيليا اللي تلقات أكثر من مليون مشاهدة حتى هذه نتمنى تنال إعجبكم ورضاكم والمفيد فيها أنها بسيطة جدا وسهلة ونجحة وإقتصادية نقول لكم إذن فرجة ممتعة وحتى المقادر هي سهلة جدا ومبسيطة في متناول الجميع متوفرة في كل بيت إذن عندي أربع حبات بيضة بسم الله عندي أربع حبات بيضة تكون بحرارة المطبخ تكون من حجم المتوسط أو من حجم الكبير إلى البيضة بحجم صغير دي وخمس حبات إذن بالسفار والبيض نضيف ملعقة صغيرة عمروها جيدا من الفانيليا مع كوب سكر هذا الكوب بتاع 230 مليلتر أكيد متوفرة عندكم في كل بيت يمكن تعمروا الكوب يمكن ما حبيتوش الحلاوة بزاف يمكن تنقصوا ديروا كوب إلى ربعة وحتى نصف كوب ما أنه راحين شربوها بأسيرو إحنا نعطيكم طريقة تحذير السيرو مختلفة نوع الماء ولكن أكيد راح تعجبكم تابعوا للفيديو إذن بعد ما خلطنا جيدا السكر مع الحليب نضيف كوب من الحليب هذا الحليب ننسحكم إذا كان الجو بارد دفي واحد شوية مع نصف كوب زيت نضيف المقادير 4 حبات بيض كوب سكر كوب حليب نصف كوب زيت فانيليا نضيف نصف كوب من الجلجلان المحمص هذا يمكن تعاوضوا بالكوكيو المحمص المرحي أو حتى بنوات كوكو لكن جربوها أكيد راح تعجبكم ها هو الكوب الأول تعملين 30 مليلتر أكيد نفس المعيار من السميت أنا هنا أخدمت بالسميت الناعم مع 20 غرام خميرة كيميائية أو لا يفعل شي ميك نخلط جيدا هكذا تدوب الخميرة بعدها نضيف الكيمية المتبقية من السميت وتلكم السميت أرطب أو السميت الناعم وهو نصف الكوب يمكن هنا السميت يختلف من نوعية لأخرى يمكن تضيف حوالي ملعقة كبيرة تحصلوا على هذا القوام نعطيكم نصحة يمكن إلا استغنيتم عن الجلجلان ديروا في بلاسو السميت المتوسط يعني كوب ونصف إلا كان ما توفرش عندكم السميت الناعم استعنوا تماما على الجلجلان أو ضيفوا كمية صغيرة وعوضوها بكوب ونصف من السميت المتوسط إذن هذا البلاتو دهنته بالزبدة أو بالزيت رشوا عليه هكذا للسمول هكذا ما يلسخش معاكم ما تلسخش هذ البسبوسة فهذا الأثناء الفرن تحكم تكونوا شعلتوا بدرجة حرارة 170-180 درجة لأكثر ياخذ اللون من الأطراف إن شعلوا لهم من فوق هكذا ياخذ اللون الذهبي قلت لكم نحضروا السيرو بطريقة مختلفة إذن مقادير هذا السيرو عوض ما نديروا السكر يعني طريقة معروفة السكر والماء وتخونش دوسيتخون نحطوهم عشر دقائق يعني في النار هنا بدلت نديروا كوب من العسل وكوب من الماء ندفيوهم شوية نحطوهم فوق النار غير يدفى نطفيو عليه إذن قلت كوب ماء كوب عسل فقط أنا هذا العسل تحذير منزلي سبق أندت لكم وصفات تحذير منزلي ونجحة نخليكم الروابط نخلط إذن حاول نذوب ندخل الماء والعسل يتجنسوا ونحطوهم فوق النار مدة قصيرة هيا إذن البسبوسة تعنا بعد ما أخذت لي اللون هذا اللون الرائح نسقيوها بصير يعني هذ الطريقة معروفة أكيد كلكم حضرتوا ولو مرة البسبوسة إذن فقط المختلف هنا أنه هذا السيرو حضرناه بالعسل وليس بالسكر نخليوها إذن تتشرب بملح نسقيوها وهي ساخنة أغير نحرجوها من فرن ندولها السيرو التزيين اختياري يمكن نزينوها دائما بالججلان أو بالوات كوكو أو تخليوها بدون تزيين أنا عندي كوكو إفلي حمصته هكذا تكون عندي نكهة الجلجلان ونكهة الكوكو نسحكم جربوا هذا الوصفة هذا الأسبوع تحدينا الوصفة المسمن يعني بدون دلك وصفة ناجحة لمازال ما جربش الوصفة نخليكم الرابط بزاف أخوات ما كانوش يعني جربوا المسمن لأول مرة ننجح معهم بدون أي جهد بدون أي دلك يعني بارك الله وفيكم يعني شكرا كل أخت درت ثقة في القناة وفي الوصفات اللي نمدلكم هاي البسبوسة تعناء ولا أروح حتى البناء روعة خفيفة والشيشة والبناء ما نحكي لكمش خاصة أنه العسل بذوق يعني زيت له وزيت له أيضا قرنفل يعني ذوق رائح شاهدكم في الجنة إلا كان هذا الفيديو نال إعجبكم خلو اللي تعليق وإلا كنتوا أول مرة تضعوا القناة دعمونا بالاشتراك وتفعيل الجرس لكذا يصلككم جميع جديد الوصفات الاقتصادية اللي هي ناجحة وفي متناول الجميع أترككم في رعية الله وحفظه إلى اللقاء في وصفة أخرى فيديو آخر